السلام عليكم أبناء الطلاب اليوم بنعرض لكم نبزة بسيطة عن قسم المحاصيل ساعدك في التعرف على القسم وطابعة الدراسة به وتسهل عليك في اختار التخصص الملائم لقدراتك وخططك المستقبلين نتعد بكلية الزراعة أحد أهم من الكليات العملية حيث تعتبر الزراعة مصدر أساسي للغذاء وتحقيق الأبن الغذاء القومي ويبارك على تاريخ إنشاءة الكلية العام 1942 وتاريخ إنشاءة المعهد الزراعة العالي اللي تم تحويله بعد كده إلى كلية الزراعة في جامعة عين شمس سنة 1950 ثم نقلت تبعية الكلية إلى جامعة الكهرة عام 1954 وفي عام 1969 انتقلت تبعية الكلية إلى جامعة عين شمس مرة تانية ثم أصبحت تابعة لجامعة الزازي عام 1974 ثم إلى جامعة طنطة 1975 إلى أن أصبحت تابعة إلى جامعة المنوفية سنة 1976 وكانت أول كلية في الجامعة وتضم الكلية العديد من التخصصات العلمية حوالي 15 تخصص أحدها تخصص المحاصيل وبيضم برنامج الإنتاج النباتي توجهين توجه المحاصيل وتوجه البستين وفي القسم بيتم تدريس علوم المحاصيل وإجراء البحوث في مجال المحاصيل الحقلية معتمدا على العلم الأساسية والتطبيقية وبيجري أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العالية بالقسم تجاربهم الحقلية وكذلك تدريب الطلاب في مزارع الكلية بشبين الكهوم والراهن واستجاباتها للتغيرات الحديثة في مجال التعليم ومواجبة التطورات العلمية رأى القسم ضرورة إعادة هيكلة واستحداث بعض المقرارات وتطوير محتوياتها بما يتوافق مع المستجدات على مستوى المحلي والأقليمي وتلبية احتاجات السوق في مصر ويضم القسم كوكبة من العلماء الأجلاء وامتاز القسم بتعدد المدرس العلمية المختلفة بعضها هيئة تدريس بالقسم الحاليين الأستاذ الدكتور محمد جمعة والأستاذ الدكتور مصطفى السيد والأستاذ الدكتور محمد عبد الباري والأستاذ الدكتور رحمد عبد الحي والأستاذ الدكتور حسان دوام والأستاذ الدكتور سيد عبد العالي والأستاذ الدكتور رحمد دوسوي والأستاذ الدكتور شعبان الشمرقة والأستاذ الدكتور إبراهيم درويش واتسازة الدكتور ناجد جعفر دكتور اسامة علي دكتورة مروة النحاس دكتور محمود فاتحي دكتور محمد عبدالعيل دكتورة مروة هنداوي كما يضم عضاء الهيئة المعاونة مدرس مساعد ياسر شحات مدرس مساعد أشرف عادل معيد محمد حسين معيد أميرة عبدالعزيز وعلم المحاصيل الحقلية هو أحد الفروع العلوم الزراعية اللي بيبحث فيه قواعد انتاج المحاصيل الحقلية من الناحيتين العلمية والتطبيقية وعلقة هذا الانتاج بالبيئة الزراعية وتعني كلمة أجرونومي علم إدارة الحقل فروع علم المحاصيل المحاصيل لها عدة فروع أهمها انتاج المحاصيل وتربيت المحاصيل وتكنولوجيا المحاصيل وبيت وفيسيولوجيا المحاصيل وحشائش الحشاش ومكفحتها والتأوي في حص البزور وتصميم وتحليل تجارب بيهدف القسم إلى إعداد خريق قادر على إدارة مشروعات الزراعية وتقديم الحلول للمشاكل التي تواجه مزارع المحاصيل الحقلية زيادة الفعالية التعليمية من خلال تحديث مقرارات وطرق تدرسة بمؤد إلى تيسير ونقل المعلومات والخبرات دعم الرؤية التكاملية التخصص مع التخصصات الأخرى بالكلية الارتقاء بمظلومة البحث العلمي عن طريق إجراء بحصة بقية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل المختلفة الدرجات العلمية اللي بيمنحها القسم درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية برنامج الانتاج النباتي تواجه المحاصيل برنامج دراسات عليا دبلوم انتاج التقاوي برنامج دراسات عليا درجة دبلوم زراعة الأراضي الصحراوية درجة الماجستير في العلوم الزراعية تخصص المحاصيل الحقلية درجة الدكتور الفلسفة في العلوم الزراعية تخصص المحاصيل الحقلي مقرارات اللي الطالب بيدرسها في القسم في حالة دخوله بالتخصص بيدرس في مقرارات المستوى الأول بداية مع جامعة الطلاب في الشعبة العامة أسس إنتاج نباتي بيدرسها القسم بالاشتراك مع قسم البساتين وفي المستوى الثاني بيدرس إنتاج المحاصيل وفي حالة دخوله القسم بيدرس مقرارات تخصصية أكتر فبيدرس في العام الثالث أو المستوى الثالث بيدرس مقرارات إجبارية تقاوى فحص بزور وقسس تربية النبات وتصميم وتحليل التجارب وبيختار من المقرارات الإختارية مقررين لكل فصل دراسي بيختار من بيئة وفيسيولوجيا المحاصيل أو إنتاج محاصيل حبوب البقول خاص حشاش ومكفحتها، إنتاج محاصيل الألياف وزيجية خاص، تقسيم محاصيل الحق وبيستكمل الطالب عدد الساعات المعتمدة الباقية اللي هم المفروض أنه بيدرس ست مقرارات بما يعادل 18 ساعة معتمدة بيدرسهم من الأقسام المرتبطة بتخصص بتاعه فبيدرس مقرارات قسم البستين وقسم النبات الزراعي والأراضي والمجداد بيختار منها المواد اللي تلقم مع طبيعة الدراسة بتاعته بالنسبة للمستوى الرابع بيدرس الطالب مقرارات إكبارية تربية محاصيل حق لتكنولوجيا محاصيل حق لتحسين محاصيل بستانية إعداد وتخزين المحاصيل البستانية ومشروع التخرج وبيختار مادتين من المقرارات الاختارية لكل فاصل دراسي دورة زراعية ومشاكل الإنتاج إنتاج محاصيل العلاف الأخضر والمرعي استخدام منظومات النمو في إنتاج المحاصيل تربية محاصيل مقاومة للأفات الاتجاد الحديثة في تربية المحاصيل إنتاج محاصيل السكر والمحاصيل غير التقليدية استزراع الأراضي التقنيات الحديثة في إنتاج المحاصيل وصفات الخريج بعد ما يكون انتهى من دراسة المقرارات السابق ذكرها بيكون قادر على إدارة توظيف الموارد والأعمال الزراعية بكفاءة عالية لها القدرة على إدارة المنشآت الزراعية بكفاءة استخدام التكنولوجيات الملأمة معالجة المشاكل الفانية والاكتصادية في الإنتاج النباتي إظهار قدرات المعنية بشكل جيد المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الباليوجي واستغلالها بصورة سليمة اقترح خطط للزراعة تبقى لنوعات ومصفات وجودة والتربة والمياه استخدام مصادر المياه والتربة بكفاءة عالية وترشيد الاستهلاك الزراعة تحت عنظمة إنتاجية وبيئية مختلفة تقليل فاقد ما بعد حصاد الحاصلات الحاقلية إظهار الوعي بالقضايا القانونية والإخلاقية والاجتماعية ذات السلب الزراعة وإظهار قدرته على تطوير أداءه ويكون مؤهلة للتعلم ذاته والمستمر للاستكمال معلوماته فيما بعد أو يلطحك ببرنامج الدرسات العالية والعمل في المجال البحسي كرص العمل اللي ممكن تكون متاحة لخريج المحاصيل العمل في كليات الزراعة والمراكز البحسية الشركات الزراعية الحكومية والخاصة المزالع النباتية محطات فحص وطعبية التقاوي الإدارات والمدارات الزراعية شركات الأسمدة والمخصوات الزراعية صوامع الحبوب ومطاحن الدقيق مصانع المكرونة والمياه الغازية المدارس الزراعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الزراعية ودي كانت نبزة بسيطة عن القسم وأرجو أن تكون وضحت لك الصورة لتسهلك في عملية الاختيار التخصص الملائم لقدراتك وشكرا